اهلا بكم بداية اللقية الرئيس اليمنية السابق علي عبدالله صالح مصرعه اليوم على يد مسلحين حوثيين وهو في طريقه الى مسقط رأسه جنوب العاصمة صنعاء وعلنت وزارة الداخلية التابعة للحوثيين مقتلى صالح وقالت في بيان انبثته قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي انه تم القضاء على ما سمته ميليشيات الخيانة والفتنة الداخلية وبسط الامن في العاصمة صنعاء وقد اظهرت صور بثت على موقع تواصل الاجتماعي جثمان الرئيس اليمنى المخلوع علي عبدالله صالح محمولا في بطانية من قبل مسلحين تابعين لجماعة الحوثي ونقلت وكالة الاناظر التركية عن قياد بارز في حزب المؤتمر الشعبي العام مقتلى الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح وقال القياد ان الحوثيين اعدموا صالح رميا بالرصاص اثرى توقيف موكبه قرب صنعاء بينما كان في طريقه لمسقط رأسه في مديرية سنحان جنوب العاصمة